السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة هو أننا نريد أن نتناقش ونتحاور عن سؤال كبير وهو كيف نبني الإنسان والمجتمع فبناء الإنسان هو أحد أهم مرتكزات بناء الأوطان والمجتمعات تعلمون جميعا بأن المجتمع يتكون ويتشكل من مجموعة من الأفراد رجال ونساء متصلين بعضهم ببعض وبناء الإنسان يكون قبل بناء الأوطان وهذا مطلب إنساني وأيضا هو مطلب رباني حيث أن كل الرسالات السماوية اعتمدت على تربية الإنسان من حيث الروح والنفس والعقل ثم بعد ذلك انتقلت إلى بناء الأوطان التجربة الفريدة في تاريخ البشرية هي تجربة النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يبني الوطن لم يبني المدينة لم يبني الدولة إلا بعد أن بنى الإنسان وبدأ بروحه ثم بنفسه ثم بعقله ثم أنذاك أطلق له العنان ولا يكتمل بناء المجتمع الراسخ في التنمية والراسخ في العذالة إلا بعد أن نصهر على بناء هذا الإنسان ونقوم بتطوير كفاءاته من حيث بناء عقليته وتعليمه وتثقيفه كل هذا يبدأ قبل أن نشرع في البنيان والعمران لأن البعض ربما يسرع ويبدأ في إطالة البنيان والاستطالة في العمران وهو بعد لم يبني الإنسان لا يكفي لكي نصنع الإنسان أن نجعل منه طبيبا حاذقا أو مهندسا بارعا أو عاملا مجتهدا ولكن بالإضافة إلى هذه المهارات الحرافية لابد أن يتمتع غالبية الأفراد في المجتمع بالوعي وبالفكر وبالثقافة وبالانفتاح لأن المجتمع ليس مجرد فئات عندهم حرف أو مهارات لابد أن يتشكل الوعي الاجتماعي والوعي الاقتصادي والسياسي لمواجهة جميع الأخطار والمشكلات التي قد تصادف الشعوب والمجتمعات اللعب الأكبر في ميناء الإنسان يقع أولا على الأسرة المكون من أم وأب وإخوة وأخوات وعائلة ثم على المجتمع المجتمع بكل أطيافه وبكل أصنافه ثم على الحكومات لأن الحكومة هي القائد لقاطرة المجتمعات وأيضا هناك مؤسسات كثيرة لابد أن تقوم بدورها كالمدرسة وكالإعلام وعناصر كثيرة تتدخل في بناء الإنسان وتشكيل عقليته ووعيه الإنسان إذا كان فشلا في أسرته ومجتمعه لن يتمكن من المساهمة في بناء الحياة ولا في صناعتها والرقيبها ولا في أن نكون دولة قوية مهابة الجانب لاحظوا بأن الدول المتقدمة بعد أن بدأت تفكر كيف تتقدم إلى الأمام بدأت في تطوير وتوظيف قدرات أبناء وطنها الفكرية والجسدية والنفسية نحن نريد وإياكم أيها الأحباب الكرام أن نتعاون على الإجابة على هذا السؤال كيف نبني الإنسان كيف نبني المجتمع نريد أن نعطي الأراء والأفكار والارتسامات والخواطر ما هي رؤيتنا ورؤيتكم جميعا لهذا البناء كجواب نسمع عن خبراء يتحدثون عن ما يسمى بالتنمية البشرية التنمية البشرية بدأت فيه في الغرب ننمي الطاقات البشرية للإنسان وفي المشرق في الوطن العربي سمعنا عن برنامج يسمى صناع الحياة هي برامج مختلفة ومتعددة غايتها أنها تساعد على تقدم الفرد والمجتمع للخروج من التخلف والخروج من الفقر والخروج من الحاجة مثلا صناع الحياة ما معناه؟ أي إعادة صناعة الإنسان هذا الإنسان ربما لم يكن بالوضع المناسب تسمية هذا المشروع صناع الحياة وجاء من قول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكليم سيدنا موسى عليه السلام قال له ولتصنع على عيني لأن الصناع رباني البشر هو صناع رباني فنحن صنعتم والله تعالى هو صانعنا ولتصنع على عيني وقال في أي أخرى واصطنعتك لنفسي ربنا لما أرد أن يستخدم سيدنا موسى في الدعوة إلى سبيله المستقيم ربنا اصطنعه النفسه جل علا فهذه الصناعة هي من أهم وأرقى الوظائف أعظم صناعة ممكن صناعة سيارة صناعة هاتف نقال صناعة كمبيوتر صناعة تلاجة هذا كل أمر هين ولكن صناعة الإنسان هذا أمر شديد الأهمية ومن يسعى لصناعة الإنسان فإنه يرتقي بمقامه إلى مصف الأنبياء والمرسلين الغاية من هذه الصناعة البشرية أننا نهتم بغرس قيم النجاح وقيم الإيجابية وقيم الشعور بالمسؤولية إذا أردنا أن نتقدم إلى الأمام إذا أردنا أن نخرج من التخلف نخرج من الوضعية المتردية إذا أردنا أن نحارب الفقر إذا أردنا أن نحقق الغنى إذا أردنا أن نراكم الثروة إذا أردنا أن نحقق حياة أكثر رفاهية وأكثر أمانا علينا أن نسعى لغرس قيم النجاح والإيجابية في قلوب أبنائنا وشبابنا وفي كل المحيط الذي نعيش فيه وهذه العلوم إن شاء الله نريد في الحلقات المقبلة أن نتحدث على جوانبها لأنك تتكلم على مواضيع وتقنيات غايتها أنها تحقق هذه الأهداف مثلا ما يسمى بالتطوير الذاتي الإنسان ممكن أن يطور ذاته بذاته لأن الإنسان يفكر في الآخر وينسي ذاته نبدأ بأن نفكر في الذاتي أصلا وكيف أطورها وأطور مؤهلاتي ثم بعد ذلك أطور ما يسمى بتقنيات الإنصاط والتواصل كيف أنصت للآخرين وكيف أتواصل معهم ما يسمى بفنون الاتصال ثم جميل جدا أن ندرس ما يسمى بالإرشاد السويكولوجي والدعم النفسي لأن الإنسان عنده نفس ربما قد تكون ركدة وإذا حركناها وخلقنا فيها الدوافع وخلقنا في الأهداف هذه النفس رهي بركان ممكن أن يتفجر ويخرج أفضل ما عند الإنسان وهذا الإنسان عنده أيضا ذكاء اجتماعي ممكن أننا نهتم بتنمية الذكاء الاجتماعي وأيضا كيف نضع التفكير المنظم والسليم لأن الإنسان عنده عقل والعقل يفكر ولكن هذا التفكير لابد أن يكون منظما ويكون سليما ويكون هادفا لأن هناك من يفكر تفكيرنا عشوائيا عوض أن يصلح يفسد وهو لا يدري وهذا يقتضي مننا أن ندرس ما يسمى بالخارطة الدهنية الدهن لأن في خرائط معينة لابد أن نضع خارطة الطريق ثم ما يسمى بالتخطيط الاستراتيجي للوصول إلى الأهداف هناك خطط متعددة هذا كله يقتضي مننا أننا نتعلم المهارات المتعلقة بالتعليم والتعلم والتفوق في مجال الدراسة والتحصيل العلمي وكل هذا يقتضي توضيب وتوضيح كيف يترتيب الأولويات لأن من أراد أن يصل لابد أن يضع الخطة حسب الأولويات ليس كل البيض نضعه في قفة واحدة وإنما خطوة خطوة لكي نخرج من وضعية ضعيفة إلى وضعية قوية لكي نبني الفرض لكي نبني المجتمع كل هذا وغيره يحتاج منا إلى مجموعة من القيم كبناء الثقة بالنفس كيف نبني ثقتنا بأنفسنا كيف نصنع الإرادة لأن الإرادة للنجاح هي ممكن أن نصنعها بأن نتحدث عنها ونواضب ونكرر الحديث عنها فنصنع هذه الإرادة لكي نوجه التحديات والمعوقات وهذا كله يقتضي أننا نختار المثل الأعلى هناك المثل الأعلى في كل مجال في المجال الثقافي في المجال الاجتماعي في المجال الرياضي في المجال الصحي في المجال الكوراوي هناك المثل الأعلى نبحث عن العناصر التي هي متقدمة ونجحة ونأخذها كمثال أعلى لنغرس هذا في قلوب أجيالنا وهذا أيضا يقتضي منا أننا إذا أردنا أن نعمل أن نبدأ في إطلاق روح المبادرة لا بد أن الإنسان تكون عند روح المبادرة وإلا لن يصل فنكتشف أنذاك الموهبة عند الإنسان لأن كل واحد عنده مواهب وعنده قدرة على الإبداع والابتكار ولكنه لا يدري فإذا وجد روح المبادرة وأدرك قيمة العلم والتعلم ممكن أن يسير إلى الأمام وهذا كله أيضا يحتاج منا إلى أن ندرك قيمة الوقت لأن العمل هو الهرتباط قوي بقيمة الوقت ثم أن نسعى إلى الجودة والإتقان في العمل هذه أمور كلها هي مرتبطة بالتنمية فصناعة الإنسان وصناعة المجتمع وتنمية البشر هذا كله هو صار الآن من الحتميات في عصرنا هذا وفي الضرفية التي نعيش فيها فالإنسان ينبغي أن يكون هو المحور الرئيسي في أي عملية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى السياسية لابد أن نبدأ بالإنسان وهذا يقتضي منا أننا نشكل له الوعي بضرورة التطوير والتشديد خاصة كل واحد منا يكون عنده رغبة في أن يطور من آلياته وأفكاره وأن يجدد في برامجه وأسلوب حياته وعمله لأن التطوير والتشديد هو الأداة لكل تقدم وهو الأداة لكل تنمية نحن نلاحظ بأن الديانات السماوية جميعها الإسلام والنصرانية واليهودية كلها تستند إلى منطلقات هي قيمة الإنسان وكرامته لأن هذا الإنسان إنما جعله الله تعالى خليفة في أرضه ليعمرها بالخير ويعمرها بالصلاح وما ينقصنا لكي نتقدم إلى الأمام ينقصنا فقط العزيمة والإرادة إرادة النجاح ما يعبر عنها في الدين بالنية نحتاج إلى النية تجديد النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في الدين تسمى النية وفي علم النفس تسمى الإرادة أو العزيمة أو الرغبة أو الحافز يكون عندنا هذه الإرادة ثم أننا نتعلم هذه التقنيات والمواهب لإعادة برمجة العقل ويكون عندنا رغبة قوية في العمل وأن نبتعد عن الاتكالية ونضع نشخص نضع المشاكل أهم المشاكل التي توجه الفرد والمجتمع نضعها ثم نبحث عن الحلول المقترحة نحن في حاجة ماسة إلى أن نستلهم التجارب الناجحة في الحياة هناك تجارب كثيرة جدا في تاريخ البشرية وفي مجتمعات كثيرة وحتى في الوقت المعاصر هناك تجارب ناجحة وهناك حكم قادوا مجتمعاتهم إلى بر الأمان وهناك حكم لا تزال معنا ممكن أن نستنبط منها وتكون بحرا فيه غيض كثير من الإلهام مثلا من أقوى الحكماء الهنود والصين وغيرهم الذين اشتهروا بالحكمة وبالقيادة وبالرزانة قول أحدهم ليس علينا أن نجعل البشر أذكياء فهم يخلقون كذلك وكل ما علينا أن نفعله هو التوقف عن ممارسة ما يجعلهم أغبياء هذه حكمة عظيمة هذه حكمة مستنيرة تقرر بأن البشر لما خلقهم الخالق خلقهم أذكياء الطفل الصغير لما يخرج من مطن أمه هو ذكي ونحن في برامجنا التعليمية وفي برامجنا في الإعلام وكل ما يتعلق بالتربية والتوجيه والرياضة نحن لسنا مطالبين بأن نجعل البشر أذكياء فهم خلقوا أذكياء لكن كل دورنا أننا نتوقف عن ممارسة ما يجعلهم أغبياء لأن هناك بعض السياسات وبعض الإجراءات هي تجعل الإنسان غبياً معذيراً على هذه الكلمة ولكن هذا الواقع فالإنسان يخلق ذكي أتركه يسير أتركه يعمل وإياك أن تعترض طريقه وإياك أن تغرس فيه شوكة الغباء أتركه على حاله كما خلقه الخالق سبحانه وتعالى سوف يتفتح دعوا الظهور والورود تتفتح وتينع من الأقوال للحكم اللي قيلت مثلاً المهرطة الغندي هو الزعيم الهندي غندي كان يقول إنني لا أريد أن ترتفع الجدران من كل جانب حول بيتي ولا أن يحكم إغلاق نوافدي إنني أريد أن تهب ثقافة كل أرض حول بيتي بأقصى قدر من الحرية لكنني أرفض أن تقتلعني ريح أي منها من جذوري هذا كلام كبير كلام هو يلخص لنا صراع الثقافات وصراع الحضارات بعض الناس يخاف من الفكر الآخر ويضع حدوداً بينه وبين بيته الداخلي فالمهرطة غندي يقول بأنه لا يهم أنني اندر جدران كبير بحل جدر برلين أو جدر الصين العظيم لكي أمنع الآخرين من أن يتسربوا إلي بأفكارهم أو بحوائجهم ولا أريد أن أغلق نوافدي إغلق النوافد ليس مهماً أن أغلق الأبواب والنوافد لكن المهم أن تبقى الأبواب مفتوحة وتأتي ثقافة كل أرض حول بيتي كل ثقافات ثقافة شرقية غربية عصرية تقليدية كل ثقافة مرحباً بها لأن الإنسان هو ابن بيئته والإنسان خلقه الله تعالى بعقل ووعي ليختار ويفكر ويقلب ولا أن نفرض عليه الشيء المرفوض ما هو المرفوض وهو أن ريح معين فكر معين تقافة معينة تأثي وتفرض علي بالسلح وتفرض علي بالقوة وبالحديد وتريد أن تقتل عني من جذوري أنها تريد أن تحارب مبادئي وقيمي أما أن تكون ثقافة مرحباً بها أي ثقافة عالمية مهما كانت غريبة فنحن عندنا مصفات ممكن أن نأخذ ما يفيد ونترك ما لا يفيد هذا كله يدخل في كيفية نبني المجتمع وكيف نبني الفرد وكيف نحقق هذه التنمية ولعلكم تعلمون جميعاً المثال السائد الذي يضرب يقال إذا أعطيت الإنسان سمكة فإنك تطعمه ليوم واحد ولكن إذا أعطيته سنارة صيد فإنك تطعمه مدى الحياة الإنسان إلى كل كل نهرك يمدده يقول لك ساعدني بيت مساعدة لله يا محسنين إذا أعطيته كل يوم سمكة فأنا أطعمه ليوم واحد فقط لكن إذا أعطيته سنارة للصيد فهو سوف يقوم بالصيد بمفرده وسوف أطعمه مدى الحياة لكن حينما أعلم هذا الإنسان كيف تصنع السنارة كيف تصنع السنارة فهذا أمنحه ليس لقمة عيش وإنما أمنحه حياة جديدة أن نعلم كيفية صناعة الآلية وليس أن أعطيك آلة جاهزة هذا كله وغيره كثير جدا في الثقافة وفي الفكر وفي التنمية البشرية وفي صناعة الحياة كثير جدا نريد إن شاء الله تعالى في حلقات المقبلة أننا نتحدث عن هذه المواضيع التي تلهب فينا الرغبة في التطوير وفي التجديد وفي التغيير وطبعا أي تغيير أردنا أن نقوم به أولا ينبغي أن نبدأ بالتغيير من الداخل لأن البعض يفكر من التغيير يبدأ من القمة أو يبدأ من الآخر وهذا خطأ التغيير قبل أن يبدأ من القمة أو من القاعدة أو من الآخر الآن والآخر يبدأ من الداخل كل واحد منا يسعى لكي يغير نفسه فربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وسوف نتحدث في حلقات مقبلة بإذن الله عن هذا التغيير في أي جوانب يقول الخبراء لابد من تنمية الجوانب السبعة في شخصية الإنسان ما هي الجوانب السبعة؟ أولا الجانب الإيماني هو رأس المال هو رقم واحد هو القيادة الجانب الإيماني تصحيح الإيمان ثم الجانب الصحي لأن الصحة هي مسؤولية كبيرة تاج على رؤوس الصحة لا يراها إلا المرضى ثم الجانب الشخصي يعني أنت من أنت لابد أن تثق في نفسك تكون عندك سلام داخلي تكون عندك اهتمام بشخصك أولا قبل الآخر ثم بدلك الجانب الأسري لما تكون نفسك تستطيع أن تخدم أسرتك وتقدم لهم يد المساعدة وتستطيع أن توجهم توجيها حسنا ثم بدل الجانب الشخصي والأسري هناك الجانب الاجتماعي فالإنسان لا يعيش بمفرده ويعيش في مجتمع وهذا يقتضي مننا أيضا أن الإنسان يتم بالجانب المادي لأن الحياة هي ليس فقط أفكار وأراء وإنما هي مادة هي بناء وتعمير هي إطعام هي نفقة هي عطاء فلابد من الاهتمام بالجانب المادي ثم هذا الجانب المادي يقتضي تطوير الجانب المهني الجانب المهني لابد أن يكون فيه تطور وحدة مستمرة لكي يستطيع أن يأتي بالجانب المادي المالي وهذه الأمور جميعها إذا استطعنا أن نفقها ونستوعبها فإننا سوف نتمكن من تحويل الطاقة الموجودة في الإنسان إلى عمل إيجابي فكل إنسان منا فيه طاقة إيجابية قوية ولكن هي مكنونة كلنا أقوية وكلنا أذكية وكلنا قادرين الفرق بين الذي عنده القدرة والذي ليس له القدرة هذا اكتشف الطاقة الموجودة في داخله وحولها إلى عمل إيجابي مفيد والآخر لم يستطع بعد أن يتعرف على الطاقة المخبأة بداخله أو ربما أنه تسربت إليه أفكار سلبية وقام بتفريغ الطاقة الموجودة بداخله فيما لا ينفيد كل هذا يقتضي منا أننا نسعى لتجديد الفكر وتجديد الحياة لكي نحقق التنمية الشاملة وهذا يقتضي منا أننا نركز على مجموعة من القضايا خصوصا ما يتعلق برفع المستوى المعيشي يقتضي منا الكثير من الأشياء يقتضي منا أننا نسعى إلى عدة أشياء من بينها إصلاح التعليم وربطه بمتطلبات السوق وكذلك تحسين نوعية الحياة هي مرتبطة بعدة إجراءات كثيرة وأيضا مشكل الشباب الذي نريد أن ينخرط في المجتمع ونحارب في قلبه الهيأس والإحباط وأن نبت في نفسه الأمل وأن ينشرك في البناء والتعمير كلها قضايا كثيرة ومتعددة نسعى إن شاء الله تعالى لنتحدث عنها غايتنا هي أننا نقف أمام المعوقات التي تعيق مسيرة التقدم والتطور والتشديد ونسعى إلى مواجهة أمراض المجتمع الشائعة التي تتلخص في المبالات وفي الأنانية والجشع والطمع والسلبية وغيرها غايتنا هي أننا نسعى إلى بناء الإنسان ثم إلى بناء المجتمع مجتمع يقوم على الإصلاح وعلى التنمية وعلى ضمان حياة رغيدة مستقرة للجميع مع الشعور بالسلام الداخلي وهذا ينطبق على قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم سؤالي لكم أيها الأحبة الكرام يعني كيف في رأيكم نستطيع أن نغير ونجدد من الفرض ومن المجتمع كيف يمكن أن نبني الفرض الصالح وكيف يمكن أن نبني المجتمع الصالح فنريد منكم المشاركة في هذا الموضوع الذي يهمنا جميعا يهم أسرنا يهم أبناءنا يهم كل أطياف المجتمع وهو بناء الفرض والمجتمع تطوير الفرض والمجتمع وخلق حياة فيها معيشة طيبة وفيها راحة وطمأنينة وسكينة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله